ستي قالت لي سبع حبات على المياه المغلية كنز رباني سيحقق حلم الجميع لا يقدر بسمن ايوة زي ما بقولك كده سبع حباته بس صلوا على رسول الله لو اول مرة تشوفوني انا مطبخ مامة سولاء اسراء فتح سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان كل منازل فيديو جديد او وصفة جديدة يوصل لكم اشعار بها ويلا بنا سريعا نشوف الوصفة اللي قالت لي عليها ستي لانها فعلا كنز للجميع للشباب وللبنات للكبير والصغير يلا بنا سريعا نشوف ايه هما السبع حبات قالت لي ستي يا اسراء بتجيب السبع حبات من نواة الطمر طيب لو ما عندكوش نواة طمر تقدروا تستبدلوها بنواة البلح ولكن طبعا بتحمصي نواة البلح على النار وبعد كده بتشمسيها يعني بتسيبها يومين ثلاثة في الشمس وطبعا اعمل كمية كتير اما انا كان عندي متوفر نواة الطمر لاني ما باستغناش عنها في البيت هتجيبي كوباية وهتحطي فيها سبع حبات من نواة الطمر زي ما ستي قالت سالوا على الرسول اللي هو اشتركوا في قناتي واصلوني للمليون مشترك اكتبوا لي في الكومنتات انتو بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بالجميع صد بينا المية المغلية وقلبنا النواة مع المية المغلية بعد كده بتجيبي البروكلي وركز معي لان قصما بالله الوصفة صحر هتجيبي كده اربع قطع صغيرين من البروكلي بتخسي ليه كويس وتبدأ ان انتو تحطيه كده فوق نواة الطمر في المية المغلية اذا اقول لكم ان الوصفة دي تحل المشكلة بتقابل ناس كتير جدا وانطلبت مني في الكومنتات بطريقة غير طبيعية هتوفروا الملايين بجد رهيبة هتحقق حلمكم في يوم واحد وبس انا حطيت البروكلي على نواة الطمر على المية المغلية في المرحلة دي بقى بتجيبي طبقه بتغطي الكوبية ديت وتسيبيها كده على رخامك خمس دقايق فقط لا غير صلوا على رسول الله ويلا يا حباب قلبي لو حاسين ان انتو بتستفادوا اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس بعد خمس دقايق ده كان لون المية وده شكل المية تعالوا بقى ما اقولوكو هنعمل ايه هنبدأ نجيب لمونة بقى كده ونبدأ ان احنا نعصرها فوق كل المكونات نصف لمونة فقط لا غير بعد كده بقى هقلب اللمون مع كل المكونات سحر يعني حاجة كده جديدة انك اللي اول مرة تشوفيها ولكن رهيبة هجيبي كوبية تانية وهجيبي صفاية هتبدأ بقى ان انت تصفي كل المكونات الموضوع مش هيغض منك او منك عشر دقايق فقط لغير كل يوم ولكن كنز هتحقق لكو حلمكو في يوم واحد بس صف كل المكونات وتعالوا بقى اقولوكو على حاجة يمكن الاول مرة تسمعوا عنها شوية ولكن هي يمكن غريبة شوية ولكن رهيبة دي بقى اللي هجيب معاكم الاخر بعد ما عملنا الخاليد ده كده تقدر تشربيه كده على فكرة بس انا هضيف بقى مكون سحري وهو الكزبرة الجفة هنا هضيف ربع ملعقة من الكزبرة الجفة وناس كتير هتستغرب ازاي بس تصدقوني جربوها زي ما هي كده هتندهشهم بعد كده بتجيبي ربع ملعقة من الكمون وبنبدأ نحط المكمون على كل المكونات ده ايه ده كل يوم بتعملوه على الريق لمدة شهر بالزبط بتشربوه طبعا دي بتتشرب على الريق زي ما قلتلكم لمدة شهر الشباب البنات الناس الكبيرة في السنة بيستثناء اصحاب الامراض المزمنة ربنا يشفل الجميع لازم طبعا استشارة الدكتور بتنسف وتفتت الدهون العنيدة دهون البطن دهون الارضاف ما فيش حاجة اسمها بطن اصلا انا عايز اقول لكم قاسما بالله هتخسسكم اقل حاجة اول اسبوع من خمسة لسبعة كيلو انتي مش هتصدقيني ولكن جربيها هتصدقوا بنفسكم الوداع للأدوية والوداع للعمليات هتخسوا من غير اي مجهود جربوها اشوفكم على خير